لا لتدويل الأزمة اندولت الأزمة الراهنة في السودان كلنا مش السودان كلنا في خبر كان وافتكر في تاريخك القريب تدويل ما حدث قبل كده في العراق والله تدول أزمات في لبن تدويل أي أزمة لا يذهب بنا إلى حلول ويطول الأمد ونفضل مستمرين بقى إيه بالعشر وبالعشرين وبالتلاتين سنة الصراع العربية السهولية عندما دول عمره النهاردة وإحنا قاعدين كده بسم الله الرحمن الرحيم مية خمسة وعشرين سنة من مؤتمر بازل لحد دلوقتي مية خمسة وعشرين سنة لا نتمنى شهر الزيادة للسودان في ظل هذه الأزمة الرهينة أبدا لكن قلام شديد الوضوح قال يا جماعة إحنا ضد بتدويل لكن إحنا بنشكر أي حد بيحاول يخلق الوساطة إحنا بنشكر أي حد بيحاول يعمل مبادرة إحنا عاوزين ننهي وقال برضو حاجة مهمة أوي يمكن ما كانتش موجودة في هذا المقتطف الصوتي الحاجة المهمة هي إنه الجلوس على مائدة هذا الحوار مش مبني بس على الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إطلاق وبيتكلم عن أنه هناك ممثلين أيضا من مجلس السيادة يعني من الطيرات المدنية ممثلين الحكومة السودانية اللي موجودة يمكن حتى هذه اللحظة أو إذا حبيت تحسبها وحتى بداية أو قبل قبيل اندلاع الأزمة الراهنة أيضا يجلسون على هذه المائدة فهو كل اللي بيتكلم فيه الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقف إطلاق النار والاقتطال واحد ومن ثم عودة الطمأنينة للمواطنين مش هترجع غير بأنه المسلحين يتركوا كل المناطق السكنية والمدنية اللي موجودين فيها ده الكلام بتاع الفريق أول عبد الفتاح البرهان في أو مع القاهرة الإخبارية الترحيب من مبادرات سؤال زيكنات دولية أو إقليمية أهلا وسهلا لكن تدويل الأزمة غير مرغوب فيه هنا وإنت بتسمع الكلام ده تفكر في إيه أنا وإنت كمواطنين وأنا وإنت كمواطن سوداني إحنا كل اللي إحنا عايزينه وقف فوري وعاجل وحقيقي وكامل لإطلاق النار نسألة منطقية جدا خرج السلاح بعيدا عن المدن عايزين نعود على مئدة مفاوضات ما ينفعش أبدا نخرق وقف إطلاق النار وإحنا هنعود على مئدة المفاوضات نعمل إيه لكن الشريطة الأولى والأساسية والمنطقية وقف إطلاق النار انسحب أي جماعات مسلحة من المدن وبالتحديد الخرطوم جماعة محدش يحاول يوسع دايرة القتال إحنا أنا بنتكلم على أنه القتال أو المجموعات المسلحة أصبحت بتشكل هجوم على كل المؤسسات السودانية وده كلام الفريق أول عفتاح المرهان مع القائرة الإخبارية هو اللي بيقول يا جماعة في ممارسة كل أشكال الهجوم على جميع المؤسسات السودانية والهيئات الإغاثية الدولية فإحنا بنحاول قدر الإمكان نساعد فيه إجلاء جميع موظفين المنظمات الإغاثية الدولية إلخ 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 بس في نفس الوقت لازم يبقى فيه وقفة حقيقية جدا جدا حقيقية حقيقية بشكل كامل طيب هرجع تاني وأقول حوار موفق أجرو زملائي في القائرة الإخبارية حلو ومبروك وعاش ونتمنى نتمنى نتمنى بالتأكيد من قلوبنا إنه السودان تعود له الحياة والهدوء والأمان والاستقرار السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي بشكل كامل السودان ده أحلى ما في العروبة كلها والله العظيم أنا بتكلم من قلوبنا وصحاب سودانيين كتير أوصلي قوي يعني واللي عارف السودانيين وعاش معاهم من وإحنا قد كده يعني مش جديدة اللي عارف السودانيين وعاش معاهم وعشرهم ولمس روحهم الطيبة الرائعة الجميلة وحسوهم الجميل واللي راح السودان واللي شاف السودان والله العظيم السودان دي أحلى ما في العروبة بكلمك بأمانة يعني اشتركوا في القناة